بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدنا لكم من جديد في سلسلة التعلم عن بعد ومدارس الهدي المحمدي درسي لهذا اليوم في مادة الرياضيات الصف الثاني الأساسي وحدة القياس وعنوان هذا الدرس المتر دعونا نستعرض سويا الأهداف التعليمية الخاصة بهذا الدرس أن يتعرف مفهوم المتر أن يقدر الأطوال الكبيرة ويقيسها مستعملا الشريط المتري وأن يتعرف أهمية القياس في حياته دعونا نستذكر ماذا أخذنا في الحصة السابقة أخذنا يا صغار الرائعون عن السنتيمتر وأخذنا عن المصطرة وقلنا كيفية القياس باستخدام المصطرة باستخدام المصطرة عزيز الرائع دعونا نقيس ما هو طول هذا القلم ثبت طرف القلم عند الرقم صفر والنهاية التي توجد عندها نهاية القلم هو الرقم تسعة فقياس هذا القلم تسعة سنتيمتر وقلنا أن السنتيمتر يستخدم لقياس الأطوال الصغيرة درسي لهذا اليوم يا صغار الرائعون سيتحدث عن المتر انظر جيدا إلى هذه الصورة ما هي الأداء التي يستخدمها أحمد ونور لقياس طولهما؟ فكر جيدا يا صغير الرائع فكر يا مبدع أحسنتم إنها المتر هل تعلمون ما هو المتر يا ثاني؟ ما هو المتر؟ انظر جيدا إلى هذه الصورة وهذه الصورة هذان نوعان مختلفان من المتر لكن قبل أن نتعرف إلى أنواع الأمتار المختلفة أريد منكم أن نتعرف إلى مفهوم المتر انظر جيدا أحسنتم هو من وحدات القياس هل يقيص الأطوال الصغيرة أم الكبيرة؟ أحسنتم الأطوال الكبيرة إذن يا صغار الرائعون نستنتج أن المتر من وحدات قياس الأطوال الكبيرة ويستعمل الرمز M ليدل عليه مرة أخرى هو من وحدات قياس الأطوال الكبيرة ويستعمل الرمز M ليدل عليه دعونا الآن نتعرف إلى أنواع الأمتار المتر الخشبي والمتر الحديدي والمتر الشريطي والمتر المطوي هناك أربعة أنواع مختلفة من الأمتار وقلنا يا صغار الرائعون أن المتر يستخدم لقياس الأطوال الكبيرة وقياس أطوال الأجسام الكبيرة دعونا الآن ننتقل إلى هذا التمرين أحدد وحدة القياس المناسبة لقياس طول الجسم الذي أمامي انظر جيدا إلى الخزانة ما هي وحدة قياس الخزانة؟ كيف أقيس الخزانة؟ هل بالمتر أم السنتيمتر؟ فكر جيدا أحسنت يا بطل المبدع إنه المتر فالخزانة من الأطوال الكبيرة أستخدم المترة لقياسها انظر جيدا إلى الصورة الثانية الباب هل أستخدم السنتيمتر أم المتر؟ فكر جيدا الباب من الأطوال الكبيرة ماذا أستخدم؟ أحسنت يا مبدع أستخدم المتر أستخدم المتر انظر جيدا إلى الصورة الأخيرة الملعقة ماذا أستخدم لقياس الملعقة؟ من الأجسام الصغيرة فكر جيدا سنتيمتر أم المتر؟ أحسنت يا بطلي إنه السنتيمتر ده هنا الآن ننتقل إلى لعبة الذكاء هل أنتم مستعدون يا عباقرة؟ لننتقل إلى لعبة الذكاء أريد منكم أن نعصر أذهاننا ونستنتج ونستذكر أشياء وأجسام تقاس بالمتر ده هنا نستمع إلى إجاباتكم؟ فكر جيدا أحسنتم يا مبدعون جميع إجاباتكم صحيحة أستخدم المتر لقياس الطاولة الخزانة والسبورة أيضا والمقعد والثلاجة وأجسام مختلفة في الغرفة الصفية أو في غرفة المنزل الكنبة أحسنتم الحائط أبدعتم يا صغار الرائعون فهذه إجسام طويلة أستخدم المتر لقياسها انظر جيدا يا صغير الرائع ما هي العلاقة بين المتر والسنتيمتر؟ فكر جيدا ما هي العلاقة بين المتر والسنتيمتر؟ أحسنت يا بطل الواحد متر يساوي مئة سنتيمتر الواحد متر يساوي مئة سنتيمتر أي أنه واحد أم يساوي مئة سنتيمتر مرة أخرى واحد أم واحد متر يساوي مئة سنتيمتر أبدعتم يا صغار الرائعون دعونا الآن ننتقل إلى العمل في الكتاب المدرسي صفحة رقم 91 بمساعدة ماما قم بالعمل في هذه الصفحة وصفحة أيضا رقم 91 تكملة الأسئلة وكتاب التمارين صفحة رقم 40 وتكملة كتاب التمارين صفحة رقم 40 ماذا تعلمنا لهذا اليوم يا صغار المبدعون أحسنتم لقد تعلمنا عن المتر وقلنا أن المتر من وحدة قياس الأطوال الكبيرة ويستخدم الرمز M ليدل عليه وقلنا أمثلة على الأجسام الكبيرة مثال ذلك الخزانة والحائط والسبورة والطاولة وهذه أمثلة على الأجسام الكبيرة وهذا شكل من أشكال المتر لا يسعني في نهاية الدرس إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم ويحفظ عملكم بإذنه تعالى اللهم يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني ويا مصبر أيوب صبرني ويا مؤتي لقمان الحكمة آتني الحكمة وفضل الخطاب اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وفي نهاية الدرس أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه ودمتم في حفظ الله تعالى ورعايته معلمتكم المحبة لكم سجود أبو عوات